طب هناخد معنا واحد برضو ان شاء الله بازن الله يعني يعملكم شغل كويس ونجم من نجوم قناة الحياة معانا هنا كابتر رمضان السلم ساخير يا كابتر. بيحية حضرتك. الله يخليك. وحشتك كابتر رمضان. انت اينا عن سايب لي حاجة من ريحتك بس مش مشكلة يعني. الله يخليك كابتر. ربنا يخليك. طب مني بقى يعني عندك طموحات ان شاء الله بإذن الله مع نادي البلدية يعني. اكيد جمهور البلدية مستنيه في الممتاز. ان شاء الله بإذن الله. اعتقد ان احنا يمكن من ساعة ما تولينا المسئولية الحمد لله المستوى ارتفع بشكل كبير جدا. الحقيقة احنا يمكن كنا الفريق كان بعيد خالص الحقيقة. اعتقد ان احنا عملنا نتائج ايجابية في الفترة اللي فاتت حتى طنطا اللي هو متصدر المسابة احنا تبنات ملعبه. ننصفه. اعتقد ان احنا اه عاملين نتائج الحمد لله كويسة. لكن احنا اه كان باتفاعة طبعا مع دكتور محمد وماكس طارت نادي البلدية. ان احنا بنحاول اقصى محاولة في الفترة اللي هي القصيرة اللي احنا اشتغلنا فيها. لكن احنا بنعدي فرقة للموسم القادم. فرقة محترمة مثلا طليق باسم نادي البلدية. واعتقد نادي البلدية يعني اه فيه كل المقاومات النجاح لفرق الكورة. اه اللي كان من استاد كورة او اللي كان فوندق العبين او التغذية. كل حالي الحقيقة متوفرة بشكل كبير جدا. اعتقد ان احنا ان شاء الله بسم الله بالاتفاق مع مجلس دارة هنجد فترة محترمة جدا جدا جدا. نادي البلدية الموسم القادم. حتى ما اشتغل نفكتر بعد كده ربنا يكمنا ونصعد. ما اشتغل نفكتر. احنا ندعم ده حنعمل فرقة قهوية. تشتغل كمان في التورة ومتازل ان شاء الله. ان شاء الله كبتر رمضان مجلس دارة محترم ومعام مدير فني محترم. ملنا لك كل التوفيق كبتر رمضان ان شاء الله. شكرا يا كبتر فنم شكرا جزيلا. تشكسات المحترم الحقيقة والمداربين. اه هو راجل رائع بصراحة. راجل محترم جدا. راجل هادي مستقر في قراراته. عمل طفرة تماما في اللعبة اللي جابه في يناير. هو بعد في التسجيل اللي في النص. اه غير شكل الفريق كله بعد ما كنا التامن وكانت فيه بقى مكلات كتير جدا. اه بعد ما كنا بالنافل ستات سنين اللي فاته فهو غير تقريبا مجرى الفريق بالكامل. وعنده ممازات حركة تانية ان جوز بنته كابترسان معه. اه. 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 ايه. اه. ايه حاجة. ايه. اه. طبعا الحمد اللحنة التالت. اه. 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 حاجة ما تعرفه عن كرب. اه. اه. حاجة حاجة الحقيقة شخصات محترمة وطيب جدعة.